اشتركوا في القناة وأضاف كان ثمانين ألف شخص يطلقون الصافرات ضدي لأنني لم ألعب بشكل جيد واجهت ذلك عدة مرات وهو ليس لطيفا ولا يفيد هذا هو السؤال الأكبر لماذا؟ أنا لا أفهم ذلك وتابع كلاعب تتوقع حين لا تكون في حالة جيدة على أرض الملعب أن الجماهير ستقف خلفك وتحاول مساعدتك بشكل أفضل لكنهم يفعلون العكس وأردف يطلقون الصافرات ما يجعلك تشعر بالسوء وتفقد ثقتك في نفسك وتلعب بشكل أسوأ وهذا يجعلهم أكثر غضبا كشف جيمس بلوتا مالك روما وجود عرض من رجل الأعمال الكويتي فهد الباكر لشراء النادي وأعلن الباكر عبر حسابه على تويتر أنه تقدم بعرض رسمي لشراء نادي روما وقال بلوتا خلال تصريحات لصحيفة روما بريس عن العرض الكواتي هذا ليس صحيحا وسيكون لدي كتاب رائع سأصدره عندما ينتهي كل هذا وأشارت الصحيفة إلى أن روما سيدخل أسبوعا حاسما حيث من المتوقع بيع النادي وتبدو مجموعة فريد كين هي الأقرب بالاستحواذ عليه وكان الباكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين أعلنت رابطة الدور الإيطالي عن موعد انطلاق الموسم المقبل للكالتشو وبحسب موقع كالتشو مريكاتو فإن رئيس الرابط دال بينو والمدير الإداري دي سيرفو توصل لاتفاق مع الأندية خلال اجتماع لحسم موعد انطلاق الموسم وأشار إلى أن معظم الأندية طلبت انطلاق الموسم يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل مع إمكانية إدخال تغيير خلال عطلة عيد الميلاد بينما فضلت أندية يوفينتوس، لاتسيو، ميلان، أتالنتا انطلاق الموسم يوم الثاني عشر من الشهر ذاته وأفاد أنه بعد مناقشة التزامات المتخبات الوطنية قبل الاتحاد الإيطالي بالقرار النهائي ببدء المسابقة يوم التاسع عشر من الشهر المقبل أصدر نادي نابولي بيانا رسميا حول الإصابة التي تعرض لها لورنزو إنسيني مهاجم الفريق خلال مواجهة لاتسيو في ختام الكالتشيو وقال البيان الرسمي للنادي على موقعه الإلكتروني إنسيني خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته في وتر العضلة المقربة الطويلة اليسرى مع وجود انتفاخ حول العظم وسيتم تقييم حالته يوما بعد يوم أتعد هذه الحالة من الإصابات العضلية النادرة وأصبحت مشاركة إنسيني ضد برشلونة في إياب ثمن نهاء دور الأبطال السبت القادم محل شك بعد هذه الإصابة ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفا على البلوغرانا على ملعب الكامبنو بعدما تعادلا بهدف لهدف ذهابا في إيطاليا قبل فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا ما يزال صد الحديث عن إمكانية رحيل المدرب موريسيو ساري عن يوفينتوس وارتباط بيان كونيري بمدربه السابق أنتونيو كونتي يلقى رواجا كبيرا في الصحافة الإيطالية ما دفع الأخيرة للرد وكانت صحيفة لاروبيبليكا قد أكدت تواصل كونتي مع يوفينتوس بينما طرحت الأسئلة حول مستقبل ساري وقال كونتي لوكالة أنسا بشكل قاطع أن في التحدث مع مسؤولي يوفينتوس ولاعبيه قبل أن يتساءل هل سيقيلون ساري وأكد سأقاضي من كتب هذا المقال والمحرر المسؤول عن الصحيفة وأتم لقد التزمت بمشروع مدته ثلاث سنوات في إنتر وكما فعلت دائما سأعمل بجد وأقاتل بكل قوتي وقدراتي لإنشاء مشروع ناجح كشفت شبكة سكاي سبورتز عن اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع تشيلي أليكسس سانشيز مهاجم منشست اليونايتد بشكل نهائي مجانا وأوضحت أن نيراتزوري اتفق مع سانشيز الذي لعب له على سبيل الإعارة على توقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم براتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو وأشارت لأن سانشيز فسخ عقده مع اليونايتد بالتراضي وأوضحت أن هذا الاتفاق سيوفر للشياطين الحمر ستين مليون يورو بينما لن يضطر انتر ميلان لدفع خمسة عشر مليون يورو كقيمة للصفقة وكان سانشيز انضم لانتر على سبيل الإعارة الصيف الماضي وشارك في 22 مباراة بالكالتشيو سجل أربعة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة يرفض البرازيلي وليان جناح تشلسي عرض النادي لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف وقالت صحيفة جارديان إن وليان لم يتوصل الاتفاق مع تشلسي لتجديد تعاقده وهو الآن في محادثات مع أرسنال وأضافت رفض وليان عرضا من تشلسي بالتجديد لمدة عامين وأمال النادي في الحفاظ عليه تتراجع الآن حيث يطالب اللاعب بعقد لمدة ثلاث سنوات وأرسنال مستعد لتلبية طلب اللاعب البرازيلي وأشار إلى أن أرسنال في وضع إيجابي لأن وليان سعيد في لندن ولم يبدي أي تردد في الانضمام لنادي المنافس وكان اللاعب قد صرح في مايو الماضي إذا تركت تشلسي دون مشكلة وتركت الأبواب مفتوحة سيكون من الجيد الانتقال لنادي المنافس مع اختتام بطولة الدور الإيطالي تنتهي الدوريات الخمس الكبرى لتكشف الإحصائيات أن الليجا كانت الأقل تهديفا هذا الموسم برصيد تسعمائة واثنين واربعين هدفا في ثلاثمائة وثمانين مباراة أي بمعدل هدفين فارز ثمانية واربعين هدف للقاء وكان الدور الألماني هو الأكثر تهديفا بتسعمائة واثنين وثمانين هدفا في ثلاثمائة وست مباريات بمعدل ثلاثة فارز واحد وعشرين هدفا في المباراة وكان معدل التهديف في الدور الإيطالي ثلاثة فارز صفر أربع وفي الدور الإنجليزي اثنين فارز اثنين وسبعين وفي الدور الفرنسي اثنين فارز اثنين وخمسين ولكن لم يتم استكمال المسابقة بسبب كورونا أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه التعاون في التحقيق الجنائي الذي فتحه المدعي الفيدرالي الاستثنائي السويسري ستيفان كيلر في نهاية يوليو الماضي ضد رئيسه جياني انفنتينو في متمر صحفي عن بعد قال نائب الأمين العام للفيفا السادير بيل إن الاتحاد الدولي وانفنتينو ليس لديهما أي شيء لإخفائه عن القضاء ويتعلق التحقيق باجتماع عقده انفنتينو مع النائب العام السابق مايكل لوبر الذي كان يحقق في مؤامرة فساد في كرة القدم وتقدم باستقالته من منصبه قبل أيام فقط من فتح التحقيق ويعتقد كيلر أن الاجتماع ربما ينطوي على جرائم مختلفة بما في ذلك إساءة استخدام السلطة وانتهاك السرية التي يلزم بها المسؤولون الحكوميون ومساعدة مجرمين والتحريض على مثل هذه الأفعال وقال بيل ساخرا أريد أن أوضح أنه لا يوجد أساس واقعي لهذا التحقيق الجنائي لا يوجد وصف للسلوك الإجرامي من أي نوع ما لم يصبح الاجتماع مع المدعي العام جريمة في سويسرا عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع عودة كونتي ليوفينتوس؟ شاركنا برأيك شاركنا برأيك